هنروح للسكواش وحضراتكم عارفين الاسكواش فيه قصة حصلة دلوقتي اليومين دول ودي كنا بنتمناها ولو حضراتكم متابعيننا ومتابعين الابطال كنا دايما بنتكلم عنها كنا دايما بنتمناها النهاردة اللجنة الولمبياد الدولية بتدرس ضم كذا او اكتر من اللعبة ليه الولمبياد خلاص باريس مش هنلحق الولمبياد لوس انجلوش عشرين تمانية عشرين ففيه تلات اربع العاب مرشحة من دمناها للسكواش الاسكواش باذنك يا رب لو دخل باذن الله الولمبياد انت النهاردة هتتكلم عن مادليا او اتنين على الاقل ليه انت عندك سيدات عندك رجال فدول مادليا او اتنين باذنك يا رب يعني مش عايزين نقاطع يعني ولكن لو حصل في الاسكواش دخل في الولمبياد باريس الولمبياد لوس انجلوش في عشرين تمانية عشرين لا انت النهاردة هيبقى موقفك كويس جدا وهتبقى الدنيا كويسة وهيبقى عندك احتمالات ان انت يعني تاخد مادليا زيادة لان طبعا الكرات احنا خسرناها والكرار ده هتاخد قريب امتى هتاخد بكرة يعني بنسبة كبيرة جدا بكرة هنعرف ان شاء الله بس الاتجاه اللي رايح ودي الكواليس اللي عندي انه الاسكواش هخش ان شاء الله يا رب نتمنى ده باذن الله طيب مصطفى عسل خلص الاقاف بتاعه وعارفين حضراتكم ان تم اقافه وكان معانا حلقة هنا واشتكى من حجم يعني الطيار المعاكس اللي بيقابله وبدأ خلاص يرجع من الاقاف وهيرجع يلعب بطولة دولية جديدة بعد فترة الاقاف اللي كان وصلت لحوالي 6 اسابيع واستدعت ان يغيب عن بطولات العالمية التلت بطولات وربعة التلت بطولات باريس المفتوحة قطر المفتوحة امريكا المفتوحة غاب عنهم مصطفى يشارك في بطولة الدولية اللي بتتلعب في السويسرا بطولة سويسرا الدولية ولي بتتلعب من 17 ل 22 اكتوبر اللي احنا فيه مجموعة جوائزة 110 الف دولار طبعا هقول لكم في العادي في العادي مصطفى ما كانش بلعب البطولات دي يعني سويسرا دي عمر مصطفى عسل ما شارك فيها كان بيروح باريس وقطر وامريكا بس ما كانش بيروح البطولات طب هو ليه راح لها السنة دي لان النهاردة خسر تلت بطولات فتصنيفه تراجع محتاج يلم نقط فلازم اي بطولة قدامه هيروح حتى لو ما بتديوش درجات عالية بس على اقل ممكن تلت بطولات من البطولات الولايالة دي اللي هي كلاس بي او سي هتعادل بطولة من البطولات ايه فالنهاردة هيبزل مجهود زي ما واحد مثلا سبعك في السباق فانت لازم تحرق شوية عشان تجيبه فتلت بطولات كبار باريس المفتوحة وكتر وامريكا بتدي نقاط كبيرة اللي بيشارك فيها مصطفى الاسف رجع تلت اربع خمس ست خطوات وراء فالنهاردة ومحتاج يشارف كل البطولات اللي جاية اللعيبة دي مش هتشارك في دول فهيلعب ان شاء الله في بطولة سويسرا دي وجنبته كمان يلعب لدوار التمهيدية ودخل على طول الدولة الرئيسي وهيستنى كاسبان من زميله المصر يوسف ابراهيم والانجليزي ادريان ولر عشان يلعب في الميندرو بإذن الله كل التوفيق لمصطفى عسل ونتمنى ان شاء الله ان ندايه باخر اقافات مصطفى بإذن الله كده يعني كون خلصنا اخبارنا داخل جدران نادي الالي خلنا نطلع لفاصل عزيزي المشاهدين وارجل لحضراتكم ونكمل اخبارنا المحلية بعد الفاصل اشتركوا في القناة